السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. في خبر متداول عن خروج خالد مقداد من المستشفى. وايه حقيقة دخول عصومي مقداد الى العناية المركزة. الخبر ده هنأكده دلوقتي وهو ظهور خالد مقداد كمان بعد خروجه من المستشفى. الخبر ده زي ما احنا معارفين ان خالد مقداد دخل المستشفى بعد اصابته بفيروس كورونا. كان في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي. بس الخبر ده مش صحيح. الحقيقة ان هو لسه في المستشفى وبيتلقى العلاج. بس حالته الحمد لله مستقرة. والدكاترة قالوا كده. اما عن حقيقة دخول عصومي مقداد العناية المركزة في المستشفى. هو فعلا اصاب بالكورونا. ودخل المستشفى وفي العناية المركزة. بس للأسف حالته الصحية مش مستقرة. وحالته خطيرة. فدخل العناية المركزة. وطبعا كلنا بنتمنى لهم من الشفاء العاجل. خالد مقداد وعصومي مقداد. وان شاء الله هيبقوا كويسين ويطلعوا من المستشفى بالسلامة. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا. وارجو اشتراك في القناة. وانفعل زر الجرس. وندوس لايك للفيديو. عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي.